تمكنت الشرطة الوطنية في الأيام الماضية بإلقاء القبض على 33 من قطاع الطرق بداخل العاصمة الجميلة وبهوزتهم أسلحة نارية وبيضاء ومن بين هؤلاء ثلاثة ارتكبوا جرائم قتل بالدائرة الأولى في حي فرشا تقرير أبدالله حارون برمه 33 من المجرمين قطاع الطرق من بينهم إمرأة تشارك معا في تنفيذ الأعمليات الإجرامية لقطع الطريق لأصحاب الدراجات النارية ولكن بفضل يقزت قوات الأمن تمكنت قوات الشرطة الوطنية بإلقاء القبض على عدد من هؤلاء المجرمين المتواجدين في مختلف دوائر العاصمة الجميلة حيث كانت بحوزتهم بعض أنواع الأسلحة النارية والأسلحة البيضاء ومن بين هؤلاء ثلاثة ارتكبوا جريمة قتل بحي فرشا على ضفاف نحر شاري والذي عطرف أحدهم بعملية القتل أقب ذلك شكر الناطق الرسمي باسم الشرطة الوطنية كافة الرجال العمني ألا جهودهم المبزولة والمتواصلة في عملية قبض المجرمين وتسليمهم إلى العدالة علما بأن هؤلاء المجرمين سيمسلون عمام المحكمة لإنزال العقوبة عليهم حسب القانون